يشتكي سكان قرية للماية ببلدية تاجرونة ولاية الأغوات أزمة حادة في نقص المياه الصالحة للشرب وحسب تصريح بعض سكان القرية فإنهم يعانون الأمر للحصول على هذه المادة الحيوية خاصة مع اقتراب فصل الصيف رغم أن القرية استفادت من مشروع جلب الماء على مسافة 18 كم من تاجرونة غير أن سوء التوزيع يؤرقهم الأمر الذي أدى بهم وأطفالهم التنقل يوميا لمنبع الماء على مستوى السد للتزود بهذه المادة أتصلنا بنائب رئيس المجلس الشعبية البلدي للرد على انشغالات المواطنين في الأوينة الأخيرة كان هناك تذبذب وهذا المشكلة ترح على السيد الوالي وهو مشكور على ذلك لأنه منحنا مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم وهو مشكور على ذلك لحل مشكل ربط الخزانين الخزان الأول وخزان الثاني لأن هذه الأوينة رأنا تقريبا أن نشوف خزان واحد وهذا خزان واحد أثر شوية على المواطنين حيث أن عملية التوزيع تتم يوم بيوم عبر الأحياء وأمام هذا الواقع المر يطالب سكان قرية للماية من الجهات المعنية التدخل العاجل من أجل إيجاد حلهم يخلصهم من هذا الإشكال الذي أرقهم وخصوصا ونحن مقبلون على موسم حر شديد ترجمة نانسي قنقر